سائل يقول ما حكم وضع المنقوشة للرجل أعوذ بالله هذا من التشبه بالنساء النبي عليه الصلاة والسلام لعنى الرجال المتشبهين بالنساء ولعنى النساء المتشبهات بالرجال الراجل يدير منقوشة ولا مش راجل أو يتشبه بالنساء لا يجوز هذا الذهب حرام على هذه الأمة ولو يديرها من الفضة ولو ما كاش ما يديرها شكا هذه من زينة النساء المرأة يجوز لها كذلك يسأل السائل يقول زوجي يأمرني نعم ماذا إيه مرأة تقول زوجي يأمرني أن أثقب أنفي ووضع المناقش للتزين في أنفي يجوز يجوز واش عليه إذا راجلك يأمرك باش تثق بنيفك وديري منقوشة في نيفك ولا تزيني في نيفك يجوز ما وش حرام وذكر الإمام السهيلي أن أول من فعل ذلك هي سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام ذكر ذلك الإمام السهيلي إذا إذا راجلك يأمرك باش تثق بنيفك هنا يجوز ما وش حرام قياس على ثقب الأذنين يجوز ما وش حرام إن شاء الله وعندك أجلك يطيعي زوجك وفي الجنة هناك باب لا تدخله إلى المرأة